في النظر عن الأسباب والمسببين تعزيتي أولاً لعائلات الأبرياء اللي سقطوا اليوم برصاص مجرمين اللي صار رجعنا بالذاكرة إلى أيام طويناها وقلنا تنذكر وما تنعاد مش مقبول أحبائي أنه يرجع السلاح لغة التخاطب بين الأفريقاء اللبنانيين لأنه كلنا اتفقنا على أنه نطوي هالصفحة من تاريخنا الأسود اللي صار اليوم مش مقبول وقت ارتضى الجميع الاحتكام لدولة الأنون والمؤسسات وهالدولة اللي بتضمن الحريات لسيما حرية التعبير عن الرأي لازم تكون هي من خلال مؤسساتها المرجع الصالح والوحيد لمعالجة أي إشكال أو أي خلاف أو اعتراض مش بالشارع مكان الاعتراض ولا نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية تحمل الحل ما في شيء ما له حل إلا من ضمن المؤسسات ومن خلال الدستور اللي ما في شيء بيعلى عليه لا التهديد ولا الوعيد أحبائي البلد ما بيحمل خلافات في الشارع البلد بده معالجات هادئة مكانها الطبيعي هو المؤسسات وفي مقدمها مجلس الوزراء يلي لازم ينعد وبسرعة وأنا أجريت اليوم اتصالات مع الأطراف المعنيين لمعالجة اللي صار وأهم شيء لمنع تكرار مرة تانية علما أنه لن نسمح بإن يتكرر تحت أي ظر والقوى العسكرية والأمنية قامت ورح تقوم بوجباتها بحماية الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وما رح نسمح لأحد أنه ياخد البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته أحبائي اللي صار اليوم رح يكون موضع متابعة أمنية وقضائية ورح أصهر على أنه يوصل التحقيق لحقيقة ما حصل ومحاسبة المسؤولين عنه والمحرضين عليه مثل ومثل أي تحقيق قضائه آخر بما فيه التحقيق بجريمة المرفأ يلي كان ورح يبقى من أولويات عملي والتزامة تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي على قاعدة استقلالية القضاء وفصل السلطات واحترام العدالة أخيراً طمّن اللبنانيين عندوا عقارب الساعة ما رح ترجع لورا ونحن رايحين صاوب حل مش صاوب أزمة وأنا بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ما رح نتسهل ولا رح نستسليم لأي أمر واقع يمكن يكون هدف الفتنة اللي بيرفضها جميع اللبنانيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر